شايفة الحزن اللي عندك ده في الفترة دي شايفة بيخرج في صورة عصبية. شوف برج الميزان. انا هقولك على حاجة انت انا شايفك مجروح من الشخص ده كتير جدا. حتى الشخص التاني انا شايفة احساسه بالزعل اقوى منك. لان هو عنده مع الزعل ده انا شايفة في عنده ندم. انا شايفة ندمان جدا. فشايفة ان هو بيعيش احساس اصعب من احساسك. وشايفة في نفس الوقت عايش معاناة من حاجات كتير. شايفة عند بعضكو يا برج الميزان في بينك وبين الشخص ده او بينك وبين الطرف التاني ده فيه اشخاص مشتركة. يعني ممكن يكون عند البعض منكو انتو جران او او في تعرف ممكن نقول عليه عائلي. يعني ممكن عائلتك وعائلة الطرف ده بيعرفه بعض. لاني شايفة بتشوفه احيانا بس مش بتتكلمه. في مراقبة من الطرفين. ايوة في مراقبة من الطرفين. او شايفة برج الميزان بتعرف عنه شوية حاجات بس شايفة برضو متداقل. يعني انا شايفةك يا برج الميزان عايز تدخل في تفاصيل اكتر او عايز تعرف حاجات معينة في دماغك غير اللي بتسمعها. شايفة كمان غيرة من ناحيتك على الشخص ده. يعني شايف ان انا شايفك انك حاسس ان الشخص ده من حقك. من حقك ان انت تعرف عنه كل حاجة. شايفة عند البعض كمان الطرف التاني بيكتل مشاعره. اللي هي برضو قوية. يعني انا شايفة حبه قوي جدا جدا للطرفين. بس مش بيفكر كتير في شكل العلاقه. شايفة بيحلم يكون معيك. شايفة الطرف التاني بيدعي ربنا. بعضوك يا برج الميزان شايفة مل من الانتظار. يعني في البعض منكو قرر يبعد او يختفي تماما من قدام الشخص ده. لان شايفة البعض ممكن يكون بيسافر ويرجع. شايفات مش واثق في مشاعر الطرف التاني اصلا. يعني انت زي ما قلت هي العلاقه عند البعض منكم ممكن تكون ترية عليكم تولي اتنين. يعني هو اللي بينكم احاسيس. ممكن تكون حاسس من ناحيته ان هو بيحبك بس انت مش متأكد. العلاقه اللي احنا بنتكلم عنها دي في الغالب هي مع ابراب نارية. شايفة بعدك يا برج الميزان ان كان عندك ممكن البعض منكم يعني كان عنده تجربة قبل كده او فيها انجرحت فيها. ممكن يكون من الشخص ده نفسه في السابق. وممكن يكون من حد تاني. شايفة ان انت خايف ان ده يتكرر في العلاقه دي او تكون خايف يتكرر لو انت صريحته. بس شايفة ان العلاقه دي هيكون فيها تواصل. بس هياخد وقت. هياخد وقت شوية. بالذات لو فيه طرف تالت تواقع عندك او عنده او انتو اللي اتنين. اه في الغالب العلاقات اللي فيها طرف تالت انت 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 عارف ده. يعني عشان اللي بيسمع مش كل العلاقات او مش كل برج الميزان فيه طرف تالت لأ انا بتكلم هنا انا بتكلم عن علاقة ا اصحابها هم عارفين دي عارفين ان فيه طرف تالت. اه انت عارف ده والشخص التاني عارف عنك ده. خلاص كده اتفقنا ان طرف تاني دي او طرف تالت دي هي مش منطبقة على الكل. اه بعضكم انا شايفة ان الطرف التالت عنده هو الاهل. اه فيه تدخل اه شفت شايفة من اه ممكن تكون استتي دي ممكن تكون الام. اه وممكن تكون من طرفك انت يا برج الميزان اه او الطرف التاني برا. اه يعني اه شايفة التدخل من الاهل ده هو رفض العلاقة دي تماما. يعني رفضها خالص. اه اه او ممكن نقول ان موضوع الاهل ده تسبب في في هدم العلاقة دي. اه شايفة البعض من موليد برج الميزان اه بعضكم اتعرض لخيانة ممكن تكون من ابراج هوائية او مائية. اه اه ممكن يكون العكس برضو. يعني انت اللي خنت الطرف التاني برج الميزان. اه اللي بيسمع الكراءة كل واحد عارف حالته. اه العلاقة دي ممكن نقول ان الانفصال فيها حصل اه شايفة حصل من من شهور يعني ما بين ستة لثمن شهور عند بعض شايفاها وصلت لمحكمة. او انت اللي بتطلب او انت بتطلب العدالة في العلاقة دي. اه شايفة في طرف اتعرض لزلم كبير. اه لاني شايفة مشاكل كتير جدا حصلت. وفضلت تتصاعد وتكبر من من ولا حاجة. يعني اه مشاكل بدأت. اه تقريبا حصل تدخل ناس اه شايفة مشاكل ابتدت تكبر من كل ناحية. لكن البداية بتاعتها كانت ولا حاجة. او كانت حاجة بسيطة. لكن اه فيها بس شايفة تتصاعد تتصاعد بشكل غريب يا برج المزام. بعضها كان اه اه فيها شكوك. فيها غيرة. بعضها كان ممكن يتحل جدا في بدايتها خالص. اه في البعض عندكم كان السبب مادي. اللي في الحالة دي برج الميزان انت بتعيش حالة حزن. شايفك بتعيش حالة حزن كبيرة جدا وشايفك منطوية على على نفسك وعلى الذكريات. اه بعضكم برج الميزان الطرف التاني برضو شايفة بيعيش ندم. او لسه هيمر بحالة ندم. اه شايفة عند البعض خلاص انت بديت ضهرك للعلاقة او الطرف التاني هو اللي ادده ضهره للعلاقة. اه مش عايز مصالحة خالص. اه شايفك قفلت على قلبك بس انا شايفة في نسبة رجوع يعني برغم كده انا شايفة في نسبة رجوع كبيرة. اه بيعني برغم السيناريوهات يعني انا قلت القراءة اللي قدامي بكزا بكزا شكل. عشان تنطبق على الغالبية ان شاء الله. ده بالنسبة للمطلقين او المنفصلين. وده غير السيناريو اللي قلناه في الاول عن العلاقة اللي ما فيهاش اي اعتراف دي اللي احنا اتكلمنا عنها في الاول. اه شايفة في تواطل اه في العلاقة دي يا جماعة هيكونوا عن طريق شخص مشترك بينكم انتو اللي اتنين. فاهميني فاهمين انا بتكلم عن ايه؟ العلاقة اللي فيها طرف تالت. اه اللي ما فيهاش اعتراف بحب بس انتو اللي اتنين بتحبوا بعض. شايفة هيكون فيها تواصل عن طريق شخص مشترك اه بينكم انتو اللي اتنين. يعني ايه شخص مشترك يعني شخص انت تعرفه والطرف التاني برضو يعرفه. اه هو الطرف ده مش هيوصل كلام يعني مش هيوصل كلام منك ليه او منه ليك لا بس هيكون سبب سبب بشكل او باخر يعني بس مش مش هتستخدموه. الشخص ده مش هيكون مستخدم من اي حد فيكم. هو الموضوع هيحصل ممكن بالصدفة. اه هيكون سبب انكم تتكلموا او على الاقل هي اه الطرف التاني برج الميزان هيبين حبه ليك. اه ده ممكن يحصل في الفترة زي ما قلنا ما بين منتصف شهر يونيو اه لمنتصف شهر يوليو ان شاء الله. اه علاقة برج الميزان بالابراج الترابية. اه شايفة ان فيه علاقات كتير بالرغم انك قفلتها او هو وشايفة السبب عند بعضكم ان ما ان مفيش جدية في العلاقة. اه شايفة اكتر حاجة مسيطرة على طاقة برج الميزان الفترة دي انه مش قادر ياخد قرار. يعني انت برج الميزان الكراءة عندك فيها كمية تردد كتيرة. متتعبان جدا. اه طاق طاق فضيت. اه فيه حاجات كتير انت مش قادر تميزها. اه في عندك افكار اه متناقضة. اه بالتالي بناء على ده كله فانت مفيش استقرار اه نفسي. اه حتى عند البعض اه نفس عدم الاستقرار ده موجود في العلاقة. يعني فيه ناس عدم الاستقرار ده موجود في العلاقة نفسها. في علاقات انا شايفها مش مستقرة. اه رايحة جاية حتى مع المرتبطين. يعني اللي في علاقة زواج شايفة العلاقة رايحة جاية ما فيهاش اه ما فيهاش اي استقرار. اه مش مع المنفصلين بس. اه شايفة برج الميزان مسيطرة عليه في الفترة دي تقتل هوائية قوي. يعني انت سعيد برج الميزان بيسيطر عليك اسم البرج بتاعك اللي هو الميزان بتبقى. بس ممكن من كتر ما انت بتتحمل. آآ ودي حاجة حلوة وحاجة وحشة في نفس الوقت. انت بتتحمل حاجات كتير. بتعاني كتير. بتيجي على نفسك في حاجات كتير. بتحس انك ممكن تساعد اشخاص كتير او تتحمل ردود افعالهم. وبالتالي بيجي عليك فترة بتكون صعبة عليك وعالكل. مش عليك انت لوحدك. عليك وعلى كل اللي حواليك. آآ لان طاقتك بقى الهوائية بتظهر انه من كتر الضغوطات اللي انت تعرضت لها آآ بيبتدي التفكير يبقى فيه تهور. آآ بس انت في حاجة هتكتشفها الفترة دي. والحاجة دي هتوضح او هتكون ايجابة على اسئلة كتير بتدور في دماغك. يعني انت من ضمن الافكار اللي في دماغك فيه اسئلة. آآ في حاجة انت هتكتشفها في الفترة دي. هتكون رد على الاسئلة اللي في دماغك دي. آآ شايفة في رجوع وارتباط مع ابراج آآ نارية وبقوة لاني شايفة علاقة حب قوية. غير ان هي علاقة حب قوية انا شايفها منزهة. يعني ايه يعني علاقة كده فيها آآ حب حب الشخص لنفسه. يعني شايفة منزهة من اي شهوات. بمعنى اصح. لو قدر توصل ولو فاهمين انا اقصد ايه. انتو كل اتنين بتحبوا بعض حب اللي هو بنسميه الحب الحقيقي. آآ لكن العلاقات الثلاثية اللي فيها طرف آآ اللي فيها طرف برج وناري. انا شايفة آآ يا برج المزان آآ ان القدر او ربنا هو بس اللي يقدر يجمع بينكم. لان لو حصل تدخل منكم آآ وده ممكن يكون اجابة على على عالتردد آآ لان انا شايفك يا برج المزان متردد كتير او الطرف التاني هو اللي متردد كتير. في حاجة بتاعكم. في حاجة انتو خايفين منها. في حاجة ما ينفعش تقدموا عليها. وده فعلا هنا هو ظهر عندي آآ لو حصل اي حاجة منكم انتو غير غير التلميح او غير انك تعرف زي الحاجة اللي انا شفتها في في البداية في الشخص اللي بينكم اللي هيخلي العلاقة تقرب شوية. بس مش لازم ان هي تقرب جدا. او مش لازم ان انتو اللي تتصرفوا في ان العلاقة دي تنتهي بزواج او كده. لان انا شايف هنا فيها تكون خسارة كبيرة لحاجات تاني. اسفة ان انا اقول كده بس هي دي القراءة اللي قديني. لو انتو اتصرفتوا من نفسكو. فيها تكون خسارة كبيرة لحاجات تاني. انا هنا انا بتكلم عن سيناريو معين. عن علاقة معينة. ما بتكلمش البرج النزان كله. زي ما قلت لازم الطرفين يتأكدوا باي شكل. يعني ولو بتنميح. لان انا شايفة ان برج النزان محتاج جدا انه يتأكد رغم انه بيحسز دا وس ان يتأكد انه الطرف التاني. اه هوا كمان بيبدله نفس الاحتساس رغم ان هو حاسس. اا شايفة انه ده هيحصل قريب. زي ما قلت بمساعدة الشخص التالك مشترك بينكو. اا شايفة انه تحسوا ببعض احساس قوي جدا. اا بنرغم انه مفيش مسارحة فاعلية. اا بزي ما قلت انه المانع اقوى منكو انتو العلاقة دي محتاجة صبر شايفاها تتحلل وحدها يعني اللي هيسأل هي هتتحل او مش هتتحل هي هتتحل بس من عند ربنا مش انتو لو انتو اللي عملتوها هيبقى فيها خسارة لحاجات تانية كتير وادام خسارة يبقى حاجاتها توجعكم يعني ادام ظهرت في صورة خسارة يبقى هي حاجاتها توجعكم فبالتالي العلاقة اللي انتو هتشوها بعد كده او الحب اللي بينكم بعد كده او لو حصل ارتباط ناتج عنه خسارة في حاجات تانية مش هيكون مش هيكون فيها راحة يعني مش هتكونوا مش هتكونوا مبسوطين بالعلاقة وبالتالي هيأثر عليها فاكيد ده اللي مش ده اللي مش عايزينوا ليها بعضوكم بقى يا بورج الميزان اللي بيتعامل في الحب بدماغه شايفة في بعضوكم بيتعامل بدماغه زيادة عن اللذوم انت في حاجات كتير شايفك فاهمها غلط وهتضيع العلاقة بتفكيرك الغلط يعني في حاجات كتير انت بتتعمل بدماغك ازاي يعني كتير لغي قلبك كده وتتعمل بالذكاء يعني لا انا مش هرجع عشان اللي حسن يكون هو بيفكر فيها كذا فانا هعمل كذا لا في حاجات كتير عندك غلط مش مش صحي انك تتعمل بدماغك طول الوقت في العلاقات العاطفية عندك شكوك كتير عايز اقولك ان احنا في الحب بنسمع كلام قلبنا شوية كلام قلبنا شوية وعقلنا شوية مش قلبنا بس ولا عقلنا بس ده بالنسبة لللي بتكلمه هنا اللي بيتعامل في العلاقة بالشكل ده بدماغه شوية المنفصلين مع ابراج هواقية شايفة فيها هيكون رجوع ان شاء الله بس في رجوع بشروط وفي الغالب الشروط ديت هكون من ناحيتك انت يا برج النزام انت في حاجات شفتها في العلاقة دي يعني انا شايفك اتعرضت لخزلان ان انت عملت مجهود كبير جدا في العلاقة دي اتقابل اتقابل يعني شايفة اتقابل بممكن نقول مش غدر بس قل التقدير فانت قررت لو لو في رجوع هتكون يعني هتحط له شروط او هتكون هتكون عايزه بالشكل اللي يريحك انت اا اا اقراءة موفقة يا برج الميزان اا متنسوش السابسكرايب واللايك والشير لو عجبكو الفيديو متنسوش تفعيل الجرس عشان يوصلكو كل جديد وهستنى تعليقاتكو عن الفيديو ان شاء الله اا شكرا للمتابعة برج الميزان اشتركوا في القناة